اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن تقديره واعتزازه بالدور الكبير الذي تطلع به الصحافة البحرينية في خدمة المجتمع ودعم المسيرة الوطنية وسعيها الدائم لتعزيز روح الوحدة الوطنية وتبني القضايا التي تخدم الوطن والمواطن مشيدا جلالته بالانجازات المهمة التي حققتها الصحافة الوطنية عبر مسيرتها العريقة وبما تتمتع به من مصداقية وموضوعية والتزام وطني في نقل الاحداث ومتابعتها والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة حفظه الله هذا اليوم في مركز الملك الحسين بن ضلال المؤتمرات بالمملكة الوردنية الهجبية الشقيقة رؤساء تحرير الصحف المحلية والقائمة بأعمال مدير عام وكالة انباء البحرين وذلك بمناسبة مشاركة جلالته في اعمال القمة العربية في الوردن الشقيق ورحب جلالة الملك المفدى بالجميع منوها بحضورهم وتواجدهم المميز في هذه القمة المباركة كما اثنى جلالته على جهودهم الوطنية المخلصة في خدمة الوطن والمواطن وابراز منجزات ومكتسبات البحرين الحضارية والتنموية واكد جلالة الملك المفدى يده الله حرصه الدائم على كفالة حرية الرأي والتعبير التي هي العامل الابرز في ازدهار الصحافة الوطنية مشددا جلالته على ان البحرين وطن الجميع داعيا الى التركيز على كل ما يخدم القضايا الوطنية والتأكيد على الوحدة الوطنية انطلاقا من تاريخ البحرين وتراثها الحضاري العريق وتطرق جلالة العاهل المفدى خلال اللقاء الى الانجازات العظيمة التي حققتها مملكة البحرين في شتى الميادين مشيدا بما وصلت اليه المملكة من تقدم وتنمية وما حققته من ريادة في شتى المجالات بفضل سواعد وجهود ابنائها كافة كما اشار جلالته الى اهمية عقاد القمة العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية والذي يستوجب توحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات والمخاطر مؤكدا جلالته على النجاح الذي حققته القمة وذلك بمشاركة هذا العدد الكبير من اصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة مثمنا جلالته جهود اخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في انجاح اجتماعات القمة شاكرا لجلالته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى حسن التنظيم والاعداد الجيد للقمة واكد جلالة العاهل المفدأ يده الله تأييد مملكة البحرين لكل المبادرات لأي جهد وتحرك عربي يهدف الى خير الامة العربية ويعزز وحدتها ويحفظ لها امنها واستقرارها وقد اعرب رؤساء تحرير الصحف المحلية والقائم باعمال مدير عام وكالة انباء البحرين عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان والعرفان الى جلالة الملك المفدأ على توجيهات جلالته السامية الكريمة مثمنين بكل التقدير والاعتزاز دعم ومساندة جلالته لا محدودا للصحافة والصحفيين والذي كان له الفضل فيما تشهده الصحافة البحرينية من تطور وتقدم وما حققته من انجازات هامة مؤكدين على مواصلة الجهود للنهوض بمسؤولياتهم لخدمة الصحافة والصحفيين وتطوير مسيرة العمل الصحفي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر